اجتمع فخمة الرئيس مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكان حاضراً وانا عايزك تركز في الحضور عشان تفهم اهمية الامر وصله الى اي مدى يعني فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحاربي وسيادة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشا محافظ شمال سينة طيب ايه بقى الاجتماع اقولك ده متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة في محافظة شمال سينة معقولة كل هذه الاسماء الضخمة الجللة الكبيرة لاك في الاجتماع مع الريس لمتابعة الموقف التنفيذي اقولك اه ما ليه احنا بنتكلم على تنمية شمال سينة تنمية شاملة زي ما تعامل قبل كده العملية الشاملة لتطهير السينة من الارهاب بشكل كامل زي ما فيه تنمية شاملة بالمعنى الحرفي تنمية شاملة تنمية شاملة مش اللي هو احنا بس بنزرع الارض وبنعمل محطات المي تنمية شاملة دي فيها اثور الثقافة تنمية شاملة فيها المدارس والجامعات تنمية شاملة فيها المجتمعات العمرانية تنمية شاملة فيها المصانع تنمية شاملة فيها المطارات تنمية شاملة فيها المواني تنمية شاملة فيها السياحة هنا او النهاردة وجه فخامة الرئيس بانه هذه الجهود تهدف لصياغة مصار تنموي متطور متكامل طيب يتصق مع ايه يتصق تبقى لكلام الرئيس مع اهمية خصوصية المكان الفريد السينة لازم يتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر فاذا كنت انا بعمل ده في محافظات كتير لا ده سينة لازم ضروري ولازم يحصل هذا التناغم وانه ده لازم يجرأ بتكاتف كل الوزرات كل هيئات الدولة ايضا فخامة الرئيس اطلع في الاطار ده على الاجراءات والجهود الكبيرة اللي تم بزلها في سينة على مدار السنوات اللي فاتت من اجل استعادة الامن والاستقرار استحالة كنت اقدر اعمل تنمية في سينة انا كبصر انا كدولة تنمية في سينة من غير ما يبقى سينة مستقرة استقرارا كاملا امنا مستتبا لانه ده اللي يمهد الطريق بقى معنا ازاي اشتغل وفيه ارهاب ازاي نمي وفيه ارهاب ازاي امني اعلم انور ازاي فكان لازم نقضي على ده ويبقى فيه امن استقرار امني كامل ويبقى الامن مستتب زي ما بيتقان